الكراسي الفارغة من الحضور لا تعني الغياب فالمعنون بالأمر هم الجلسون سواء حضوريا أو عبر وسائل اتصال السمعية والبصرية من داخل المؤسسة السجنية هذا هو المشهد الذي فرضته جائحة كورونا على المحاكم المغربية وبعد عام من اعتماد المحاكمة عن بعد تمكنت المحاكم من البث عن بعد في اكثر من 133 الف قضية و 12 الف معتقل عانقوا الحرية مباشرة بعد النطق بالحكم ببراءتهم اسوة بباقي محاكم المملكة تستمر المحكمة الابتدائية في عقد جلستها عن بعد بالنسبة لقضايا المعتقلين الرائجة من فاتهم امام هذه المحكمة ولانها تجربة اتمرت عن نتائجها طيبة طيلة ما يفوق سنة فان المحاكم ما زالت متمسكة بها جلسة المحاكمة هي مرحلة حاسمة في كل مراحل الدعوة ويمكن اختصار ضمانات المحاكمة العادلة في مبدأ الحضور والعلن واستخدام تقنية المحاكمة عن بعد ضمان لاستمرار سير العادلة والتوفيق بين حماية حقوق الاشخاص وحماية الصحة العامة يمكن انتبارها منعطفا ايجابيا واضافة نوعية لشكل من اشكال المحاكمات القضائية وانه ان شاء الله من خلال ارساء اساس تشريع الصريح وتجويد تقني للوسائل المستعملة في اطار هذه المحاكمات بما يعزز ضمانات الاطراف سيجعل من تقاضي عن موعد شكل من اشكال المحاكمات القضائية يمكن لجوء اليه كلما اقتضى الضروف ذلك السلطة القضائية بتبنيها للمحاكمة عن بعد تجسيد مفهوم تحقيق الامن القضائي في شقه القانوني والانساني اعتماد المحاكمة عن بعد باستعمال وسائل اتصال السمعية والبصرية يدخل في اطار الرؤية المستقبلية للعدالة الرقمية في المغرب والتي تهدف الى تحقيق مجموعة من الاهداف في ترشيد الزمن القضائي والدخار الجهد والبث في قضايا داخل اجال معقولة وحسن تدبير المال العام وتحديث النظام القضائي ومواكباته عبر التطور التكنولوجيا اكرام الازرى قناة الغد من داخل المحكمة الابتدائية بالرباط اشتركوا في القناة